وطن نفطك فلوسك بنزينك شفطوهن والشعب لازم سرن تعود أزمة البنزين لتطل برأسها على المواطن العراقي المثقل أصلا من الأزمات وتابعاتها المعني بالأمر وزارة النفط لا تعترف بالمشكلة من أساسها إذ نفت وجود شح في الوقود وفسرت الازدحام على المحطات بزيادة الطلب على البنزين في هذا الوقت من فص الصيف أزمة الوقود ألقت بظلالها على محافظات عدة بينها نينوى والتأمين وديالا والأنبار واشتدت في أربيل ودهوك بسبب فرق التسعيرة ولجوء المئات إلى الموصل للحصول على الوقود منها أبناء الموصل حملوا الحكومة مسؤولية عودة الأزمة على الرغم من اعتماد نظام الزوج والفرد لأرقام لوحات تسجيل السيارات في عملية التزود بالوقود وفي وقت تغلق العديد من محطات التعبئة أبوابها لعدم وصول البنزين المستورد من إيران تعيش وزارة النفط في حالة إنكار بحسب لجنة النفط والغاز النيابية اللجنة أقرت بتقصير الوزارة وشددت على ضرورة وضع آلية حقيقية لتوزيع المنتجات النفطية على المحافظات ومحطات التعبئة وفي هذا الخصوص يقول خبراء نفطيون إن عملية توزيع المحروقات تخطع لجهات متنفذة ومدعومة من أحزاب سياسية تهرب بعض حصص المحافظات إلى خارج العراق والهدف بيعها بأسعار أعلى واستغياب الدولة والرقابة ثمت أسباب أخرى فالعراق ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة أوبك اشتري البنزين من إيران منذ سنوات ويدفع للإيرانيين أكثر من خمسة مليارات دولار أمريكي سنويا في وقت انهارت فيه المصاف العراقية بسبب الفساد والمحسوبيات وأبرزها مصفات بيجي التي فككتها الميليشيات ونقلتها إلى إيران بعدما كانت توفر نحو ستين بالمئة من حاجة العراقيين للوقوف اشتركوا في القناة